المتشل النهاردة نرجع له بقتين مع طلاع الجيش هو واحد من المتشلات السبعة المؤجلة للنادي الاهلي في الدوري مباراة صعبة جداً هتكلم عنه فنية لكن هتقولي مباراة صعبة ازاي؟ مباراة صعبة والنادي الاهلي فارق وأول الدوري حتى بعد ما ماشي وغب 36 يوم ورجع برضه هو أول دوري وبيلعب النهاردة الفريق اللي هو في المركز لقبل الأخير أقول لك آه ما تشدي صعبة جداً 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 نادي الاهلي عايز يحسم البطولة مبكرة عايز يحسم البطولة مبكرة نادي تلاقي الجيش في موقف لا يحسد عليه موقفه صعب للغاية هو عايز يخرج من شبح الهبوط إن شاء الله بنقطة من نادي الاهلي يعني تدي له الفرصة علشان أنه هو يشم نفسه شوية ويمكن يبقى فيه يعني إمكانياً أنه هو يقعد في الدوري نادي الاهلي عايز يأمن ويعزز صدارة بعيد بقى عن إيه؟ أصل الباقي كله كراسي موسيقية ودي نحن بنشوفها يمكن حتى والنادي الاهلي غاية ما بلعبش شايفين إيه كراسي موسيقية في جدول الدوري لو حضرتك بصيت معايا على جدول الدوري حتلاقي كل منطقة فيها تنافس فيها تنافس من فرقة والتانية فيها تنافس برفرقتين مع بعض فيها تلات أربع فرقة مع بعض لو خدنا مثلا المراكز اللي هي بتاعة منطقة الصراع من الهبوط شفنا اليومين اللي فاتوا نادي الاهلي نادي البنك الاهلي كسب أصوان المكسب ده رفعوا تلات أربع مراكز فوق أصوان والمحلة وسيراميكا طيب لو حضرتك تلعت فوق شوية كمان هتلاقي أمبي واسموحة قريبين من بعض طيب بعدهم بشوية صراع بقى جديد من على المراكز من كام بقى من الخامس للتاسع هتلاقي الاتحاد والمقاولين والمصري وفاركو وكلهم إيه أربعين نقطة معادي نادي المقاولين عنده أربعين نقطة صراع ساخن بينهم كمان فيه صراع تاني على المركز التاني والتالت بيراميدز وفيوتشر نادي الاهلي متصدر برغم أنه يصله سبع مباريات ولكن درع الدوري بينادي النادي الأهلي هو حابب النادي الأهلي بقى له سنتين درع الدوري زعلان عايز يرجع لمكانه الطبيعي فالسنادي خلينا أنا حقاني في دي مفيش منافسة على المركز لأول النادي الأهلي لم يحسم البطولة بعد ولكن النادي الأهلي في حتة وبقيت الفرق في حيث بيراميدز وفيوتشر بيتنافسه على التاني والتالت وفي مراكز سابتة بقى في الدوري يعني مثلا لو شفنا بعض المراكز السابتة هنلاقي نادي الزمالك مسيطر على المركز الرابع لأن الفرق بينه وبين اللي بعده ستة نقطة وبينه وبين التاني والتالت لا بعيد فهو سابت في المركز ده اللي محافظ برضه على مركزه وموقفه صعب جدا فريق حرس الحدود في المركز الأخير وفيه فرق بينه وبين اللي فوقه عشر نقاط وإحنا خلاص في المنعطف الأخير فيعني أماله صعبة جدا 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 لسه ما تحسمتش الأمور ولكن أماله صعبة إنما فوق مفيش منافسة بصراحة مع النادي الأهلي هذا الموسم والنادي الأهلي يستحب قبل المرأة القادم